أهلا بحضراتكم من جديد وفقر الترند الترند النهاردة بتأكيد الفقرة ده هتكون مخصصة فقط للحديث عن اجتماع مجلس إدارة اتحاد القرى المنعاقد الآن في مقر اتحاد القرى بالجبلية لمناقشة العديد من الملفات ملف المدير الفني للمنتخب الأول ملف المدير الفني للمنتخب الأولمبي ملف المدير الفني لاتحاد القرى وكلها ملفات تتعلق باختيارات مدربين أجانب لقيادة المنتخبات خلال الفترة القادمة أيضا كمان ملف التحكيم وما يحدث في التحكيم المصري خلال السنة الأخيرة أو آخر سنتين والأداء والمستوى التحكيمي السيء الذي وصل إليه التحكيم المصري خلال الفترة الأخيرة وعدم إقامة دورات تدريبية عدم إقامة محاضرات فنية بشكل دوري للحكام انشغال رئيس اللجنة عسام عبد الفتاح بأمور فرعية بعيدة كل البعد عن الاهتمام بتطوير ملف التحكيم خلال الفترة الجاية كل الملفات دي بتتناقش النهاردة في اجتماع اتحاد القرى اللي بدأ حوالي الساعة واحدة ونص دهر اليوم ومنتظرين بالتأكيد القرارات لأن النهاردة مش هيكون فيه مؤتمر صحة في اتحاد القرى قال مبارح أن الاجتماع أول ما ينتهي هيكون فيه بيان مكتوف فيه كل القرارات اللي هتصدر عن مجلس الإدارة خلال الفترة اللي جاية بالنسبة لملف المدير الفني للمنتخب قبل مبدأ الحلقة يمكن أنا شايف أخبار كتير قوي على السوشيال ميديا باولو سوزا اعتذر فيه حد قال له ما تشتغلش مع المجلس اللي موجود حالان في اتحاد القرى فيه كلام أن برضو حتى الكرواتي فلاديمير بيكوتويتش الكرواتي وده كان مدرب منتخب سويسرا اللي كان تم الاتفاق معاه خلال اليومين اللي فات وكان ممكن يقود المنتخب كمان اعتذر كل الكلام ده موجود من خلال السوشيال ميديا ونازمة تتكلم على أن فيه رسائل من كارلوس ساكيروش للمدربين وفيه كلام يعني مش عارفين حقيقته إيه خلال الفترة اللي جاي بننتظر القرار الرسمي أو نعرف الأحداث بالضبط جوه اتحاد القرى هل النهاردة هيتم اختيار مدير فني هل فعلا فيه اعتذار للبرتغالي باولو سوزا هل فيه اعتذار للكرواتي فلاديمير بيتوكوفيتش هل ديئة اعتذارات هل كارلوس ساكيروش لسه فيه اتصالات معاه بخصوص أزمة الشرط الغرامة اللي وقعت عليه كل الأخبار دي بالتأكيد احنا بننتظر بيان رسمي وموقف رسمي من اتحاد القرى عشان نعرف الخريطة الفترة الجاية المنتخب عنده معسكرين في الفترة اللي جاية معسكر في شهر التسعة عنا لعب فيه جولتين للتصفات الافريقية المؤهلة لكودفوار وفيه معسكر في شهر مارس مفيش احداث تانية مفيش اجندة تانية مفيش مطشط تانية فبالتالي مفيش مساحك انت تعمل مطشط كتير الفترة الجاية هل ممكن اذا ما تمش التعاقد مع مدرب اجنبي يتم الاتفاق مع مدرب وطني وبعد كاس العالم في الدوحة يتم التعاقد مع مدير فني اجنبي يقود المنتخب خلال السنتين الثلاثة اللي جايين قبل كاس العالم حتى عشرين ستة وعشرين ما فيش اي مؤشر او معلومة مؤكدة في الملف ده فعشان كده انتظر مسألة المدير الفني المنتخب مصري مين هو لما يطلع قرار من اتحاد الكرة يشرح ملابسات كل هذه الاخبار اللي منتشرة بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا